الرواية البيضاء واللحظات وانطلقت الافراس الان في الشوت الرابع على جائزة خليفة بن عبد الرحمن بن بديعي رحمه الله من هاليدرعية واحد الرواد الذين ندخلوا رياض مع الملك عبدالعيز طيب الله ثراء هذا الشوت لافراس الانتاج السعودية امرو لاربع سنوات فاكثر مفتوح الدرجات وعلى مسافة الالف وستمائة متر قيمة لجائزة ثمانان وسبعون الف ريال وصدارة لدعنانا في المركز الاول متقدمة الان دعنانا ومتابعة من بنت قرمها في من الداخل وايضا اشاهد سودة عسير وجدائل المرشحة الاولى لكسب هذا الشوت وثلاث المنظر من الخارج والصدارة الان لجدائل في المركز الاول جدائل الان الى صدارة هذا الشوت ومتابعة من دعنانا في المركز الثاني بنت قرمها في المركز الثالث وثلاث المنظر في المركز الرابع والخامس لاناهيد والصدارة لجدائل في المركز الأول متابعة الآن وملاحقة من ثلوث المنظر من الخارج وبقية الأفراس في هذا الشوط مع اقترابها من الناطف الأخير وأخذها للطريق المستقيم الصدارة لجدائل في المركز الأول متابعة من بدقرما ومن ثلوث المنظر ومن أناهيد وجدائل في المركز الأول ودخول الآن من أناهيد في الأمتار الأخير ما شاء الله لقوة إلا بالله أناهيد إلى صدارة هذا الشوط في المركز الأول الجدائل في المركز الثاني وأنهيد ما شاء الله لقوة إلا بالله إلى خط نهاية معلنة فوزة من المركز الأول شضا الرابع他们 مبروك